معنا اتصال تفضل يا سيد محمد من الدهلية. سيد محمد تفضل الاتصال قولي سؤالك. ايوة يا حبيب اتفضل. ايوة صح. الله يسلمك. دلوقتي انا عندي فايرة سية. ايوة. وبتعالج منه. اه. وبعدين انا عندي دلوقتي كلافت عند دكتور او ايه دموية قال لعندي التسريب في الاوليدي في الادم. اه. واخد ملحطتك. اه. اه. وبعدين اه في النسبة الكشافت عنده عمالي سحليل قال لي اكشف عندك روماتية. اه. فالادم بتاع. اه. 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 رجلي كده بقى عنقب كتر جده. ومطني ادمي من قدام بيوجعني جدا جدا. اه. فمش عارف العلاج ايه بالضبط. سن حضرتك كم سنة يا استاذ محمد? خمسين سنة. خمسين سنة. حضرتك بتوعب فترة طويلة? كنت بقى فترة اه. بس ما عندي فترة اه. اه. يعني الاول كنت بتوعب فترة طويلة. اه. طيب شكرا لاتصالك. مجد. احنا اه. الاستاذ محمد بيسأل على اه الهيباطاية السي فيروس. وبعدين بيقول ان عنده تسريب في الاوردة. وبعدين عنده روماتويد. وعنده انا مشديد في الكعب. اه. طبعا لما بيكون انسان بيشتاكي من اكثر من مرض. اه. دايما نقول انه فيه خلل فيه جهاز المنعة. وتستغربوا جدا جدا لو اه. اه. قلتلكوا ان فيه ابحاث منشورة. اه. تشابه الاعراض اه. الهيباطاية السي فيروس والروماتويد. وانه اللي يعالج دا يعالج دا. شيء غريب جدا. ولكن طبعا احنا بنحب دايما نبدأ بعلاج الكبد. ليه علاج الكبد? لان الكبد هو المصفى بتاعت الجسم. وهو اللي نقول عليه الدينامو بتاعنا. فاذا الكبد كان اه. اه. غير ناشط. فهيحصل مشاكل كتير اويل. اولا الكبد هو اللي بيعمل ميتابوليزم لي. او توزيع للميلانوسايتس او حاملات الصبغة. وبالتالي لما بيحصل مشكلة في الكبد بنلاقي الجلد بيبقع. والجلد بيسود. وزي ما بيشتكي كده يقولك لقيت بقع في رجلي. ويبتدي البقع تظهر شوية في شوية. وتكتر البقع السودة او البقع الغمأة في القدمين او في الساقين. لغاية لما نلاقي بعد كده القدمين سود خالص. دي من علامات آآ آآ نقول عليها آآ امراض الكبد. طيب آآ آآ نبدأ آآ آآ نتعامل ازاي مع الفيروسات. احنا قلنا الفيروسات آآ في صراع مع جهاز المناع. انبارح قلنا انه علشان تبقى منعتك عالية جدا يجب ان تطيل السجود. والابحاث اللي عملت على الناس اللي بيسجدوا نص ساعة كل يوم قبل صلاة الفجر. في وقت السحر. نص ساعة كل يوم بتزيد كمية الجاما جلوبيلينز او بنقول عليها الاجسام المناعية. وبتزيد الانترفيرونز وانترليوكينز. معنا كده انه الصواريخ آآ المضادة للفيروسات ينتجها الجسم بكمية كبيرة قبل الفجر. فاحرص على هذا الوقت لانه وقت استجاب الدعاء ووقت تنشيط الغدى نخامية. وان شاء الله آآ آآ يحدث شفاء. ناخذ باب اسباب الشفاء الاخرى غير السجود. ناخد العسل. لسا بتكلم في العسل. وان عسل النحل النقي باخد معلقة زائد معلقة عصير لمون. زائد ربع كباية مية قبل الاكل ثلاث مرات. آآ باخد فاص ستون مهروس. وبحطه في كباية زبادي. وبسيبه ساعة قبل الاكل ده بيفتت آآ الدهون حول الكبد وبيخلص المريض من الدهون فيه الاوعية الدموية. آآ لقينا كمان انه آآ الخرشوف بيزود العسارة الصفراوية اربع مرات فبيخلصنا من الدهون الزيادة. آآ لقينا كمان آآ المشروبات الدافئة او الساخينة بتاعتنا زي مية الشعير الينسون الكراوية الحاجات الجميلة دي بما فيها من بولاطايل اويلز بتريحنا كتير اوي اوي. ده بالنسبة لي آآ هباتات سيفيروس وبالمناسبة اللي بيعالج الفيروسات بيعالج الام المفاصل لانه فيها بحث منشورة انه آآ تتسابه اعراض آآ آآ الهباتات سيفيروس مع الروماتويد مع الارسرايتس. معنى كده ان انا لو الكبد بتاعي خف والقولون بتاعي بقى خف وبقى اسهل ومبقاش فيه امساك مبقاش فيه آآ مشاكل هضمية هبصة لي على طول مفاصلي بقت كويسة جدا. لان هم دلوقتي رصدوا قالوا ان اغلب الناس اللي عندها المفاصل عندها مشاكل اما في الكلا اما في الكبد اما في القولون. اشتركوا في القناة